لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا هم الان امام خياري اذا فكروا في تطبيق المادة 1 او 2 معناها من الدستور القديم معناها الدستور هذا انتهى واذا ارادوا ان يطبقوا الدستور الجديد لازم يكون وقع الرئيس ولازم يوقع قانون المالية ل2021 وهذه لازم يظهر في صورة وهم اعتقد بان ظروفه الصحية لا تسمح بظهوره حاليا اكثر من شهر هو في العلاج اجه بالسيروم وفي حالة راه راه الجلد على العظم اذا ربما ينتظر حتى يتعافى الى حد ما وبعد ذلك يظهره ان كان كما يقولون صحيح لنفرض انهم سيتجهون الى تطبيق المادة 100 او 2 بسبب وجود مانع صحي لرئيس الجمهورية اذا مشوف المسار الدستوري معناها رئيس مجلس الامة هنا اشكالية قانونية رئيس مجلس الامة هو بالنيابة ليس رئيس مجلس الامة الفعلي الدستور يتحدث عن رئيس مجلس الامة في هذه الحالة قد يستغلون هذه الثغرة وما يكونش رئيس مجلس الامة هو رئيس الدولة بالنيابة هذه من جهة من جهة أخرى إذا اتجهوا إلى المجلس الدستوري معناها أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي سيكون رئيس بالنيابة قد يحدث ذلك إذا مشاوا في الدستور القديم وإذا مشاوا في الدستور الجديد أهلا في الدستور الجديد يتكلم عن المحكمة الدستورية طرى هل المحكمة الدستورية أن المجلس الدستورية تحول آليا إلى محكمة الدستورية أم يجب اتخاذ إجراءات أخرى بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها هذا مفتوح على كل القراءة هذه من الأشياء المطروحة والسيناريوهات وهي محل نقاش واسع الاحتمال الثاني انتخابات رئاسية انتخابات رئاسية يعني بعدما يتم ضبط هذا الأمر عن طريق المجلس الدستوري أوري بهذه الطريقة تكون هناك انتخابات رئاسية انتخابات رئاسية بين احتمالين هل يريدون انتخابات رئاسية فعلية نزيهة يشارك فيها حتى الحراك الشعبي وشخصيات التي تتصدر الحراك الشعبي هذا الجهة او انها تكون ايضا انتخابات رئاسية على المقاس وفي هذه الحالة سيكون هناك من يترشحون طبعا تحت الموافقة وتضبط الأمور من اجل تمرير شخص ما يراد له ان يكون رئيس الجمهورية وبذلك يا بوزيد ماغازي نعود الى المربع الاول مثل ما عدنا من قبل وتبقى جزائر تتخبط سياسيا تتخبط منذ سنوات هي بلا رئيس الان رئيسها مريض وتدخل ايضا الى مرحلة رئيس على المقاس وتلك هي الكاريف اما اذا كان يكون انتخابات نزيهة وشفافة لا اعتقد ان كل المؤسسة العسكرية ستكون راضية انه يطلع لها رئيس اخر ما من الحرك الشعبي قد يطلع اي شخص اخر مترشح وفي هذه الحالة ربما يحدث خلل ونحن نعلم بانه النافذين في المؤسسة العسكرية القائمين حاليا لا يريدون ان الرئاسة تخرج من بين ايديهم يريدون ان الامور تمشي كما يحلو لهم وهذه تحديدا موجودة في الفريق شنغريا السيناريو الاخر ان الرئيس يعود فعليا ولا يظهروه والرئيس يقول بانه عاد وانه في ظروف صحية لا تسمح بظهوره الان ولكن الرئيس انه وقع للدستور يحل المؤسسات وانه اعلن عن مرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح لها وهو في وضعه الصحي الحالي الرئيس موجود حتى لو كان مريض ويتم انتخابات رئاسية جديدة اما تكون على المقاص او تكون انتخابات فعلية ولا اعتقد بانه القائمين الان والمسيطرين والمتنفذين في المؤسسة العسكرية يريدون انتخابات حقيقة نازهة وشفافة بل انتخابات على المقاص ولكن امامهم تحدي العزوف الشعبي اذا كانت الانتخابات 12-12 رغم ما تمتع به حينها القيد صالح من شعبية عارمة في الشارع الجزائري الا انها كانت انتخابات ضعيفة جاءت الاستفتاء الدستوري ايضا كانت كارثة واذا مررنا الى انتخابات رئاسية في ظل جائحة كورونا ستكون كارثية ايضا وفي ذلك تجد السلطة نفسها تتخبط في وضع لا شرعية الحقيقي ولا تستطيع ان تخرج من هذه الدائرة ومن هذه الحبال التي لفتها حول عنقه وفيما يخص عودة الرئيس واعلانه بنفسه مرحلة انتقالية هنا تبرز تصريحات ماكرو ان الرئيس شجاع وانه سيدعمه في مرحلة انتقالية هنا قراءة اخرى قد تتحدث من ان الرئيس الفرنسي خاصة ان هذه التصريحات جاءت بعد زيارة وزير داخليته وقبلها ثلاث مرات وزير الخارجية وانه توفرت لديه معلومات بانه السلطات تعتزم بانه تكون هناك مرحلة انتقالية في الجزائر الرئيس تبون هو الذي يقودها بعد عودته مهما كان وضعه الصحي ومهما كانت حالته هذه من بين الاشياء التي يجري الحديثة السيناريو الاخر يتعلق باعلان وفاة الرئيس وهنا السلطة امامها المسار الدستوري هنا تكون اولا حاجة اذا كان اعلنوا عن وفاته قبل عودته معناها الدستور الجديد انتهى معناها يتمسكوا بالدستور القديم والتمسك بالدستور القديم معناها انه تكون هناك مصار دستوري مثل ما سبق وتحدثنا عنه فيما يخص المجلس الدستوري ومجلس الامة وما الى ذلك من بين السيناريوهات المطروحة ايضا انه يتم الابقاء على الوضع الحالي كما هو عليه من حين الى اخر يعتو اخبار رئيس رهو في نقاها انه الرئيس يعالج الرئيس يعود الى اعاره في مرحلة اعادة تأهيل صحي احي وبالنسبة للتنفس انه وقعت له بعض الامور الجانبية تقتضي بقاء مدة زمنية اخرى وكذا والرئيس رهو الان يتابع مهامه من حيث الرئاسة اظهار صور بطريقة ما باي طريقة يحاولوا يظهروه ولو لثوان يقول ولا يبقى عن طريق الرسائل الرئيس وجه رسائل الشعب الجزائري انه كذا وكذا وكذا ولا يهمهم هما يدركون انه مهما داروا سيناريوهات الشعب الجزائري انه يصدقها لكن هذا لا يهم لا يهم فقط كيف يرتبون الاوضاع وكيف تمر الاوضاع التي يريدون او الخطة التي يريدون رسمها ولكن هذه فيها مخاطر كبيرة الشارع في اوضاع سيئة ما زالت هناك الحراك الشعبي ما زال موجود الجزائر قد تعود الى الحراك في اي لحظة الجزائريون هكذا عادوا الى المرحلة البتفليقية التي دفعتهم الى حراك 22 فيفري 2019 قد تدفعهم مرة اخرى الى الواجهة هناك الكثير من التحديات طار المؤسسة العسكرية بلا ادنى شك اذا راهنت على هذا الطريق انه في هذه الحالة لن يكون امامها سوى القبضة الامنية وهذه ايضا لديها سلبيات كثيرة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله